أين نحن في العالم العربي من هذه الظواهر العلبية المدهجة؟ سؤال ممتاز جداً إحنا لسنا دول متقدمة جداً لكن قاعدين نلاحق أنا 2016 كنت أقدم محاضرات عن الذكاء الاصطناعي في بداية شروق شمس هذا الذكاء الاصطناعي الحالي في بداية وكنت أقول حق النوص ترى سهل كل اللي تحتاجة كرت شاشة للكمبيوتر تراكبه وتشتغل ثلاث أربع سنوات ما حد تشتغل في الموضوع هذا في منطقتنا وتقدم إلى درجة أن الشركات الكبرى بدأت تسوي أجهزتها الضخمة حتى تتناسب مع الذكاء الاصطناعي اللي يسوونها هل نقدر نسوي اللي هم قاعدين يسوونها؟ لا لأن الأجهزة اللي عندهم مكلفة إلى درجة كبيرة